والآن أحبة الأبطال سنتعلم موازنة الكسور مع العدد واحد وفي هذه الفقرة لدينا ثلاث حالات لنناقش كل حالة على حدة الحالة الأولى سنحضر الواحد الصحيح دون أن نجزئه ثم نحضر واحد صحيح آخر باستعمال رقائق الكسور ونقوم بتجزئته إلى ستة أسداس نلون منها أربعة أسداس وبالتالي سنقارن بين الكسر أربعة على ستة والعدد واحد لا يوجد لدينا مقامين وباستين لنقارن بينهما فنقارن بين حدي الكسر الذي لدينا أي باست ومقام الكسر أربعة على ستة فنلاحظ أن البسط أصغر من المقام لأن الأربعة أصغر من الستة إذن كسرنا أصغر من العدد واحد أي الأربعة على ستة أصغر من العدد واحد الحالة الثانية أيضاً باستعمال رقائق الكسور نحضر الواحد الصحيح دون تجزئة ثم واحد صحيح آخر ونقوم بتجزئته أيضاً إلى ستة أسداس ولكن نقوم بتلوينها بشكل كامل فسنقارن بين الكسر ستة على ستة والعدد واحد أيضاً نذهب للمقارنة بين حدي هذا الكسر فنجد أن البسط يساوي المقام أي الستة في البسط تساوي الستة في المقام فكسرنا الستة على ستة يساوي العدد واحد وذلك صغاري تعلمناه عندما تعرفنا على الكسور كل كسر يتساوي بسطه مع مقامه يساوي العدد واحد الحالة الثالثة والأخيرة أيضاً نقوم بإحضار الواحد الصحيح ونقه بلا تجزئة وواحد صحيح آخر نقسمه إلى ستة أجزاء متساوية نقوم بتلوينها جميعاً ونقوم أيضاً بإحضار سدوس آخر ملون فأصبح لدينا الأجزاء الملونة هي سبعة أسداس فأيهما أكبر؟ الكسر سبعة على ستة أم العدد واحد؟ أيضاً نذهب للمقارنة بين حدي هذا الكسر فنجد أن البسط أكبر من المقام فالسبعة أكبر من الستة إذن الكسر سبعة على ستة أكبر من العدد واحد والآن مثال عن موازنة الكسور مع العدد واحد موازن الكسور مع العدد واحد المثال الأول ثلاثة أثمان والعدد واحد أيهما أكبر؟ قاعدتنا تقول إذا كان البسط أصغر من المقام فالكسر أصغر من الواحد عندما نقارن حدي الكسر الموجود لدينا إذن الثلاثة أصغر من الثمانية فالكسر ثلاثة أثمان أصغر من العدد واحد مثال ثاني إثنى عشر على عشرة والعدد واحد أيهما الأكبر نقارن بين حدي الكسر إثنى عشر على عشرة نلاحظ أن الإثنى عشر أكبر من العشرة أي بسط هذا الكسر أكبر من مقامه والقاعدة تقول إذا كان البسط أكبر من المقام فالكسر أكبر من الواحد أي أن الإثنى عشر على عشرة أكبر من العدد واحد مثال الأخير خمسة أخماس والعدد واحد أيهما أكبر؟ حدي الكسر بسطه ومقامه ومقامه متساويا أي البسط يساوي المقام في هذا الكسر والقاعدة تقول إذا كان البسط يساوي المقام فالكسر يساوي العدد واحد إذن الخمسة أخماس تساوي العدد واحد تتجاه التخلص تبعد من عشرة أكبر من عشرة أكبر من حولها